نياتي نياتي اي صح هاي نفس المرة بارح كانت عم تسألنا عن البنت الصغيرة يلي تركتها جومكي بالدار من ست سنين هاد الشي بيعني نياتي تبنت بنتها بدون ما تعرف شو هالحكي هاد يعني نياتي عم تربي بنت ما بتعرفها عم تربيه ما بتعرف مين وهلأ هي عم تدور وتحاول إنها تلاقي أهل البنت أستاذ مفكر إنك ممكن تقدر تبعد القيم عند بنتها بهي الطريقة معقول أنت مفكر هي أستاذ بسبب غلطك أنت أنا واقع بمصيبة أستاذ أنا مدخلني بالشي جومكي هي اللي كانت السبب وأنت أنت اللي عطيتها البنت أنا عم حاول ساعدك مو أكتر أستاذ ساعديني روحي أبي مانو أخد البنت على بيت نياتي هلأ أنتو عليكم تروحوا وتخلصوا عليها قبل ما تقول الحقيقة إذا خبرت حدا بهذا الحكيم وقتا رح ينتهي كل شيء موسيقى 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 نياتي الليلي شو ساير مع نياتيا موسيقى 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 انتو الاثنين خلاص رح تتطلقوا ما في داعي تلتقي بنياتك اليوم والتاني ما رح خلي بنتي تنخدع بتصرفاتك لمنيحة يلي فيها كذب ولف ودوران لا تشغل بالك عمي ما بدي رجع نياتي مرة تانية وهلا بيني وبين نيتيا صداءة بريئة وما إلى علاقة بشي وما رح تنتهي بطلائي من نياتي ورح ضل إيجي وشوف لنيتيا لا تتجرأ وتجي مرة تانية بعتزر منك بس رح ضل إيجي داعي وما في حدا بيقدر يمنعني شوف لنيتيا شو عم تهددني يعني أبي مانو؟ انت كبيرنا معقولة تجرأ هددك؟ بس بتمنى تعرف الحقيقة عمي وعن قريب كمان